حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا أبن حرملة عن يحيى بن هندي بن حريثة عن أبيه وكان من أصحاب الحديبية وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام يوم عشراء وهو أسماء بن حريثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال مر قومك فليصوموا هذا اليوم قال أرأيت إن وجدتهم قد طعموا قال فليتموا بقية يومهم